السلام عليكم ما إذا ترى عمضان كل حاجة نقدروا نشوفها من عدة زوايا كما نقدروا نشوفها من زاوية الإسراف والتبدير والجين عمروها بالأطباق إلى آخره وهذا ما الشهادة وش قنة ما الشهادة اللي جاءت عليها رمضان نقدروا نشوفها من زاوية وحدة أخرى الغالبية على الجزائرين يكلوا وحدهم في أوقات متفرقة قليل بشلقوا فاميديا يتلموا في توقيت واحد ويكلوا كيف كيف هذه العادة كانت موجودة بقوة في الأسر الجزائرية والعائلة بكرة لكن تلاشات مع الوقت تلاشات خاصة مع التمرد على الأبناء وصعب بش وكترة الانشغالات على الناس والمنبيهات لكن كي جينا رمضان تحنا فرصة عادة الوالدين وش يديروا يكتروا الأطباق يشغلوا نوع من رشوة لولادهم بش يتجلبوا ولدهم للطابلة بش تولي سبيسيال لأنه متقدرش تبدهم جلبوهم بشكل كبير في الباقي الأشعر وش يدار يتلموا وما في الطابلة في توقيت وعد أخرى تشاكلوا صايمين وقدل المغرب وبعد مرة المغرب يأكلوا أطوما تكلموا تبدأ الماكلة وتبدأ حاجة أخرى اللي هي العلاقة الإجتماعية اللي تبدأ الوالدين مع أولادهم شغل فرصة تعال الوالدين بش يرقبهم بش يلاحطهم كي الأولاد بهاي زمبل ما شافش خطو مدة طويلة ما شافش فوتش خطو خطو ما شافش فوتشو توتون جايزين يتقاطعوا يحضروا حاجة خفيفة لكن كي يتلاقوا في الطابلة ويقعدون بومهم في الطابلة كل يوم مدى الثلاثين يوم يتعارفوا كتر يوقع شغل تطبيع في العلاقة بينتهم ممكن يقولوا يحكوا بعد معلول يتحفظوا وبعد يقدروا يقولوا يحكوا ويقولوا يتناقشوا ويقولوا يقصروا سفي فرصة تعتربوا تشبيك تعال العلاقات العائلية يفوبالوا ما لازمش كأنها نعطيوا حاجة كما هادية لأنه شي سيال بش يتلمونها كي يتلمونها نبدأوا نستمروا فيهم السيون نخرجوا واحد النقاشات نجوزوا ديميساش بطريقة بش يبديك السلطة الأبوية قال أنا أبابكم نعرفه أنا أمكم نعرفه نكري وديديبة نتناقشوا على أمور محيانة قال زعم كرام دينيسكات ولا أمور نعلقوا عليه ونشوفوا رأي ولادنا فيه أشياء بزيف نقدروا نديروها هذيك الأشياء نمتنوا بيها العلاقات العائلية ونحاودوا نتعارفه ونحاودوا تولي محطة بعد محدش الشهر تفروقه تباعد نتلمون فهذه كل اللحظة كي نتلمون مثل الروابط لأنه قادرين من بعد نحافظوا على هذه العلاقة بيملوكين نسبيين نقدروا نحافظوا على المادية بيملوكين جزئيا نقدروا دينيالوي كان نقدروا والصح هذه محطة بتاعنا إحنا الوالدين بتاعنا نقرأ أولادنا بتاعنا نتبهوا الولادة بتاعنا نهضروا أولادنا نسبحوهم شو أحب يقولوا نشوفوا الكونتاكت بيناتهم الفروقات اللي صارت بيناتهم بين العملي فتوهد العام هي محطة كتقولش شغول دارولنا كلا صارتنا نقرأ فيها ما تشوفوها شغل كوتيت عماكنه استثمروا الماكسيموم في رمضان لأنه لوكازون هذه فرقة ذهبية تاع الصح باش حنايا قدروا استثمروا فيها وبعد لازم نطلموا وكي يكونوا ناكلوا ونحاولون نحسنوا العلاقات بالخاوة نحسنوا الحلاقات بالأخ واخته بين الصغير والكبير نعلموهم الإطار نعلموهم نسمحو نعلموهم يقسموا بالعادلة أمور بزيف بسيطة قدروا نمدوا الواحد فيهم يقسم مشيحنا بالضارجة الأم هي اللي تقسم أشياء هذي مدل هذا عباك بزيف جزئيات حنا ما نتبولهاش بصح هي جزئيات مهمة في التكوين نفسية لأولادنا وفي المستقبل تعالى العلاقات تعالى أبناء تعالى لأنهم أرى نكررهم دي سيفنير هذو ما قاد دي سيفنير غضوة يقول لهو ما يلموهم بعد ما نغيبو غضوة نمتنا وبعد وشور تولي العلاقات بينتهم وشنية دي سيفنير منين يجيبوا دي سيفنير منين يجيبوا الحكاية منين رح نشفوا الحكاية اللي بينتهم منين الأمور هذي كان أقصى من يقدر واحد فيهم يحكي حكاية صارت لهو في المسيد صارت لهو في الجامعة غضوة وليه دي هو السيفنير تعالى نقطة الالتقاء بعد عشرين سنة يجي وقت يقولوا تشفانها صار كذا وصار كذا هذي كأمور شغول مليحة للاستثمار المائدة الإفطار ميش مكلابك مائدة الإفطار هي فرصة هي تربص فيه ثلاثين يوم ثلاثين يوم وإحنا قاعدين كيف كيف ثلاثين يوم وإحنا عدنا اجتماعات اجتماعات أو اجتماع وفات كونترين يوم عندنا نص ساعة وإحنا قاعدين كيف كيف اجتماعات في مؤسسة كبيرة في عشر دقائق أربع ساعة إحنا عدد محدود عدد قليل أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ملمومين كيف كيف كل يوم عندنا تربص عن نص ساعة اشتوش حال مني حاله كانوا قدروا نشوفوها بالزاوية دي نقدروا بزا فلصمروا فيها اشتركوا في القناة